اشتركوا في القناة اما هذا الفيديو راح يكون عبارة عن شرح الاضافات الجديدة اللي يضافوها بالتحديث والكم يا جرافك سعفونا الصور فيا شباب هسه راح اشرح لكم الاضافات بشكل مفصل ونقول بسم الله وخلونا نبدأ لا تنسون لايك للفيديو فيا شباب هسه عدنا اول اضافة اهم نقطة او اهم شي اضافوه بالتحديث اللي هي متجر الاجزاء طبعا سباب تروح مننا على هذا الخيار انه بعده تروح على اكس اكس تشنج ما عرف شنو يعني شراء راح يطلع لك هيتش اشلون تشتري هذني شباب اللي قدامكم او مين تجيب النقط هسه النقاطة صفر ها هنا واحد اش اسمه اه هساني طلعول بهيش مستوى لان يعني اه لان مثل ما تشوفون مستوى عالف يطلعوا لهيش مستوى اتا حسب مستوىك بهاي الفلتر يطلعوا لك او انت تختار اللي تريده من هاي الفلتر وتختار يعني الاجزاء او لفل الأجزاء اللي تريده اما النقاط شبابين من يتحصلوهن تلعبون عادل مهمات الاوبرايشن يعني غابة معرف شن يعني كل يعني مثلا هستت لعبت الغابة راح ينطوك عملات لفل واحد هاي اللي تشوفوها شباب يعني الصحراء ينطوك لفل اثنيان الثلجية ينطوك لفل اثلاثة المستنقع والشي سموها مستنقع وهيلسايد ينطوك لفل اربعة يعني ايفي وكذلك هيش يعني هيلسايد وتستمر يعني حسب حسب يعني لفل المهمة اللي تلعبها وطبعا شباب هذن النقاط يعني مو دائما ينطوك يعني على الحظ هم انت وحظ لك يعني اشتون الاجزاء اشتون البراغي اشتون المرشن يعني مو كل القيم يطلع لك لا حسب الحظ ومثل ما تشوفون هاي الصورة اللي قدامكم طبعا بالنسبة للسيرفرات يعني اللي ما وصلها تحديث الكامب راح يضيف لكم السلاح يعني السلاح هذا السلاح الرشاش اللي يضافه جديد خلدي اراه وكم هيا اول اضافة راح تجيكم هي السلاح الجديد ما اعرف ذا وصلكم او لا بس احتمال لا لان يجي السلاح ويتحديث الكامب اوبن ايه الشوتقان السلاح السلاح هذا الشباب السلاح يعني مثل اللي او الاسس هذا كلما يصعد المانور كلما يزود الاتاك باوران حاليا يوصل عن 139 بدون اجزاء لان مانور 20 ومن اصعد بعد مانور راح يزيد مثل اللي ايه هذا اول وحدة ثانا وحدة شباب راح يصدد من مانور مجاني للكل شرحت لكم بالفيديوهات السابقة الشسم الكام شباب راح يتغير يصدد مثل ما تشوفون بهاي الصورة راح يتغير اقتكم البترول راح يتغير اقتكم هجوم الزومبي يعني هاي شاء الله تكلش حلوة هجوم الزومبي صار قصير وجوائز هو يعني شكلش حلو حتى ماثع وقتك بهجوم الزومبي وكذلك صار يعني اخف من الهجوم السابق لانه ما راي يحتشد الزومب ولا يحتشد اللاعبين هواي يعني راح يصير احسن نوعان ما ايه شباب ترتيب الكام بتعرفوه راوتكم ياه هسه شباب نجي للاضافات مع التحديث طبعا اول شي ضافة وعدنة اسلحة جديدة دروع جديدة وشيلدات جديدة خلي اراويكم اشكال هن من انا ونروح بعثها لماكينة الفورم حتى نشوف معلومات عنهن بشكل سريع خلي اول وحده المضرب اضافوا شباب السيف هذا اللي قدامكم يعني لحد الان ما موجوده ما معروضات بالسوق اضافوا شوتقان جديدة طبعا هاي الشوتقان راح تنافس الليد بس احتمال الليد اصير اقوى بعد ما نوصل مانور 22 يعني بعد ما نطور المانورات اللي ضافوهم جديد الان راح تزود على الليد 10 اتاك باور فوق الحالي يا شباب اهنا ما اضافوا الاسمجي ما اضافوا الرشاش ضافوا هذا السلاح ما يحتاج قناتكم عليه السنايبر ضافوا عدنة سنايبرات جديدة او سنايبر واحد جديد اللان شهر ضافو عدنة لان شرات جديد بس صراحة الان شرر يعني ما عجبني لشكل ابد س لاحتمال يكون قاوي انا اكيد عدنة بعد شنو ضافوا ضافوا وعدنا اي 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 körل هذا الليفول الجديد معقولة لا اله الا الله اضافوا عدنا الشباب لفلات جديدة يعني مشكلة مشكلة واحد يطور ويتعاد وانه يضيفون لفلات جديدة يعني والله ما هذا الشيقول المهم ما علينا هاي مؤلنا السالفة اضافوا عدنا الشباب درع جديد لس حد لان ما شفته معقول هذا الدرع هذا الشباب الدرع بس لحد الان ما معلوظ يعني نحاول نشوفها السابق اضافوا شيلدات لفل سبعة اضافوا خوذة اللي هي هاي تشبه خوذة مورتال كومبات اسمها والف سترايك بعد شنو اضافوا موارد جديدة يعني لفل مية فما فوق هذا الموارد شباب شوفوها نبدنكم شباب الموارد حاليا يعني راح يقمال هن استعمال بس بعد شوي يخلي اللاعبين يعني يفتحون مخططات ويطورون أسلحتهم المواد هاي راح يصير تمشي فاللي يقدر يدبر منها خلي ياخذ ويضم يعني وبالنهاية اذا ما يعني اذا ما حصلها السوق راح تنحلقنا بس استغللها السوق بس مهسة بعديا اضافوا عدنا الشباب جديد هذا الشباب اضافوا للتخصص اسماك جديدة اذا اشنا اسماك اضافوا هذا الاضام طبعا كل التخصصات اضافوا لهم تخصص اضافوا له خانة جديدة او مهارة جديدة اه مثل ما تشوفون هذا يعني هذن قدامكم للتخصصات اضافوهن اه هذا التخصص شباب التخصص اضافوا لا يخلي نشوف طبعا الليفل لاس صار زائد مية يعني اتوقع مية وعشر نهايتهم من توصل مية وخمسة اطور بيتم من توصل مية وعشر اطور يعني مانورة ثنين وعشر التخصص اضافوا له خانة جديدة يعني تروحوا اطورة من جيسيكا اراح اسوي لكم وفيديو ثاني اطور بيتخصص ويعني افتح صناديق وشغلات حلوة وراء هذا الفيديو بس ما راح نزل الاحتمال يعني باشر نزل لان باليوم الثلاث فيديوهات يصير هو اضافوا هنا لفلات اغلب الاشياء اذا شوفوا بياكم حتى يعني لحد ما ماشا هسه انه ما شيفتن لحد لان هسه حاليا يا الله شيفتن لفل جديد للطبر والاكس والهم شعردنا اشنا اضافة هنا اضافوا شغلات تخص البناء او هيتش لحد لان ما خليتها انا ما يعني ما صدق لتمكس انه وضيفو انها لفلات جديدة الهنا يلا المهم احنا شنو عدنا اضافة الكمبات ما اضافوا بيشي هسه شباب عدنا اضافة مثل ما قلن خانة او لفل للتخصص مثل ما تشوفوا انا مهارة كلها ماكس وعندي عندي شغلات كافين اطور التخصص وسوها اطورها لفل واحد يعني لازم اصعد بالليفل يا الله قدر اصوها لفل اثنين وهي شي عرفتش لون فهسه يا شباب نحكي بعد شنو اضافة عدنا اضافة خريطة جديدة ليفن اسمها خلي نروح انا ما رح اروح لها لان ما ريد الفيديو يصير طويل هم اسوي لكم فيديو من استكشف يعني رح نزيدكم هم هاي فيديوهات على التهديث حتى تشوفون كل شي يعني اللي مثل ما نقول اللي لفل لا ممي او ما يقدر يدخل الخريطة لا وانما لا يقدر حتى يقدر يدخل استكشف بس ما رح يقدر يحصل شي من منها لان لفلات عالية هاي الخريطة الشباب اللي اضافوها اسمها Old Bart Hag School Old Bart لا يال عمال عمال الطابق اسمها ليفن سيتي سب سبرايس ماليس سبرايس سب سبر سب المهم الشباب ما علينا من الاسماء هاي هنا الخريطة اضافوها الصير اسفل خريطة ليفن سيتي بعد شنو اضافو لحظة شباب ادنه هنا مهمات بالكتاب هذا الكتاب اللي تشوفوا قدامكم اضافوا مهمات جديدة اشوف اذا مهمات صعبة وتستاهل اشرح لكم عنها اذا مهمات عادية يعني مهمات احنا نسوي هسا هذا ما اخذينا اللي اضافوها هي هاي المهمة مثل ما تشوفون هم فقط تضغط عليها تروح الخريطة 101 اه لا او كاتب لك الخريطة هوا هنا upload hunter تروح للخريطة هاي اللي كاتب لك ها هنا اه تروح و تسوي المهمات يعني يطلعوا لك اشارات مثل كل مرة اخذتها المهمة بس بعدين اسويها الجواز مالتها اه هاي ديش طون الجواز يمكن مكملها يعني يمكن مكمله اكو شغلات يضيفوها بعدين بس تطلع ادنى كاملة هاي شي يقول need to complete all اول شي ها استغفر الله المهم الشباب مهمات تروح للخريطة ابلاد hunter راح تكملها ينطوك هاي الجواز 40 فورميلة والله حلو الدولارات و skill point هي فيدن كل للتطويل من نكملها يالله تقدر تستلم بعد شنو اضافوا عدنا خلي نشوف خلي اراويكم المخططات او خصاص الاسلح السريع بالفورميلة خلي اراويكم ميوحا وهنا ارجع نكمل طبعا الشباب راح اصوي تفتيح فورميلة بس خلي اشوف اشوف اندي اش قدي كفا يعني وسوي تفتيح حتى تشوفونا شنو احصو شنو ما احصو اه الفورميلة وين هذان الشغلات شباب اللي اضافوا راوتكم هناك بس دقيقة من هنا خلي نشوف الاتاك باورميلة تشغل الاتاك 133 بدون تطوير بدون مخطط خلي نشوف ها 33 هين ما اكتبو هنا اقعد بعدين من تطور 133 انا حاليا الليد عندي 139 يعني احتمال بعد التطوير راح اصير هاي افضل احتمال بس لازم نطور الفورميلة نطور المخطط يعني 133 الليد 139 بس الليد منها نطور بعد 149 لهيش الليد راح تكون اخوة يعني بعد ما نطور المانورات القناص القناص 136 اللان شر اهم شي لا محطط العادي وين المخطط العادي شو ما نحط المخطط عادي ليش شو نشوف اكبر ما اعرف المخطط العادي ما اعرف ما اعرف اش قد يوصل السعر الفورمولة الجديدة 160 الوحدة يعني اكو تخفيض مثل ما تعرفون راح يكون بنص السعر فقط باليوم سحبة وحدة لك نص السعر يعني كل يوم تحصل السحبة فانت لا تسحب سواء الحدث اللي فات او بعض الاهداث اللي راحت فانس اصحب يعني اكثر من السحبة وحدة ويروح مخططها الفورمولة وبعدين اذكر انه الفورمولة يعني ما يحتاج لها يعني كل يوم بس خمسة خلص فيديو اليوم حبايا بقلب ان شاء الله استفادت ولا تنسون لايك اشتراك فعلوا الجرس وانتظروني في فيديو جاي اصور لكم شغلات احلى